بغرض التكفل بالتغذية المدرسية لحساب سنة الدراسية الجارية كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود عن تخصيص حوالي 27 مليار دينار جزائري وذلك قصد مسائرة ارتفاع المستوى العام لأسعار المواد الغذائية التي تشهدها السوق الجزائرية يعني السعار التي انتبعت نهاية 2021 الكثير من المطاعم تم غلقها لماذا؟ لأن الممونين امتنعوا عن جد السلع بالأسعار القديمة وبالأسعار التي تم دراستها بمختلف الاستشارات ومختلف السبقات لأن عادة الصفقة أو الاستشارة تتم في بداية السنة أو على الأقل في نهاية السنة وتكون هذه الاستشارة تمتد على مدى عام الرفع من القيمة المالية للواجبات الغذائية في المؤسسات التربوية الذي كان مطلبا لشركاء التربويين قصد تحسين ظروف التدريس إلا أن مختصين يرون أن إيكال المهمة إلى البلديات يعاركل من ذلك بدون الشك أنه يكون هناك قصور كون المسير في حد ذاته المسير المطاعم المدرسية يفتقر إلى نوع من الحنكة في مجال التسير سواء تعلق الأمر بتسير الإدارية وحتى تسير المالي وحتى من الناحية الفنية فيما يتعلق بجودة الغذاء حتى نضمن تقديم وجبة مثالية لهذا الطفل تضارب الأراء حول الأفعال الضرورية للتكفل الأمثل بغذاء التلاميذ يبقى هاجسا يؤرق الأولياء خاصة في القرى الداخلية التي يعيش فيها التلاميذ صعوبة كبيرة وتعد الوجبات المدرسية ضرورة ملحة